الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي إخواني أخواتي أبناء بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو عدد الكروموزومات في الخلية الواحدة للفيل لو سألتك هذا السؤال لقلت لي سأسأل الويكيبيديا سأسأل آية الله جوجل يعني المعلومة سهلة سهل الغصول إليها لو لم تكن متخصصا لقلت أن المعلومة سهلة زين 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 انظر السؤال المعتاد من برمج هذه العجائب والغرائب المحيرة الجواب واضح وضوح الشمس في كبد النهار هذه رغم أنني لم أقل شيئا إلى الآن هذه العجائب يعني مئات الإصدارات ولمن يسألني أن أشرحه ولمن يطلب مني أن أشرحه ما معنى القسمة الأقليدية؟ فمع حبي واحترامي أستغرب للسؤال وأستغرب للطلب القسمة الأقليدية هذا ما يتعلمه الإنسان في بدايات المراحل الأولى من التعليم القسمة الأقليدية ولقسمة الأقليدية تتعامل معها عشرات المرات في اليوم أي إنسان كيفما كان نوعه يتعامل مع القسمة الأقليدية عشرات المرات في اليوم والآن عندكم آية الله جوجل يمكن أن تسأله عن أي شيء عندكم اليوتيوب يمكن أن تسأله عن أي شيء عندكم الإصدارات أصدرت مئات الإصدارات وشرحت 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 القسم الأقليدية أبسط شيء عندي خمس شوكولاتات أريد أن أوزعها على ثلاثة أشخاص كل واحد سيأخذ شوكولاتة وباقي القسمة اثنان سبعة مقسوم على ثلاثة باقي القسمة واحد مئة وأربعة عشر مئة وسبعة عشر مقسوم على مئة وأربعة عشر باقي القسمة ثلاثة مئة وثمانية وعشرون مقسوم على مئة وأربعة عشر لا يوجد باقي قسمة لأن مئة وأربعة عشر ضرب اثنان يساوي مئتان وثمانية وعشرون ثلاثون مقسوم على ثلاثة وعشرين باقي القسمة سبعة إذن ما هو عدد الكروموسومات في الخليجة الواحدة للفيل؟ سنسأل الله هذه لم تسمعها قط في حياتك وأطلب من إخوتي المتابعين وأخواتي لما تأتي وتكتشف المبين ركز جيدا اقذف جميع الأحكام المسبقة اقذفها في مزبلة التاريخ وتجرد من كبريك وكبريائك الكبرياء بالمعنى السلبي وركز معي جيدا وأحسن الضم فستسعق وستكتشف شيئا لم يخطر على قلب بشر إذن ركز العلم المبين هو علم اللوح المحفوظ علم البرمجة الإلهية ركز جيدا ما هو عدد الكروموسومات في الخلية الواحدة للفيل بدون الرتب في لغة الأعداد الأولية بدون الرتب الآن أسأل الله نحن الآن في اتصال مع الله مع الرتب بدون الرتب مع الرتب تطبيق علم البرمجة الإلهية على ما هو عدد الكروموسومات في الخلية الواحدة للفيل بدون الرتب مع الرتب قلت لك لغة الأعداد الأولية أخذ الثمانية وعشرين حرفا وأضع أمامها الثمانية وعشرين العدد أولي الأولى يمكنك أن تضع أي شيء تريده النفس التحرك للأعداد سيبقى إلى ما لا نهاية هذه بواقل قسمة الأقليدية يعني لو قسمت هذا على واحد وثمانين على مئة واربعة عشر باقي القسمة واحد وثمانون وواحد وثمانون أكبر من ثلاثة وعشرين اقسمه باقي القسمة اثنى عشر هذا أصغر من ثلاثة وعشرين نعم منطقي لا يمكن أن يكون أكبر من ثلاثة وعشرين أقصى ما يمكن أن يكون هنا هو اثنان وعشرين وأقصى ما يمكن أن يكون هنا هو مئة وثلاثة عشر مئتان وسبعة وعشرين اقسمه على مئة واربعة عشر باقي القسمة 113 هذا أكبر من 23 اقسمه باقي القسمة 13 أولي رتبته 6 هذا أولي رتبته وخمس أولي رتبته وثلاث أولي رتبته واثنان أولي رتبته التوقيع الرباني 105 ناقص 13 زائد 11 زائد 5 زائد 3 زائد 2 زائد 1 التوقيع الرباني والتوقيع الرباني هنا أيضا 115 ناقص 13 زائد 6 زائد 16 التوقيع الرباني إذن هذا العدد الأولي تدخل مرتين أن ننظر ما هي العدد المتبقي هذا وهذا وهذا الذي تدخل مرتين أنظر إلى جماله 81 ناقص 12 ناقص 13 يساوي عدد الكروموسومات في الخلية الواحدة للفيل والسؤال طرحته بنفس الطريقة التي طرحت هنا عدد الكروموسومات في الخلية الواحدة للفيل 56 قل الله أكبر لا يمكنك تصور ما يحدث هنا وما يحدث منذ اكتشاف المبين لا يمكنك تصور انظر إلى الجمال يا إما التوقيع الرباني يا إما الجواب استعد ولو كان قلبك خفيفاً اذهب لأنك سترى عجب العجب سأريك عجائب العجائب هاك طريقة أخرى إثنى عشر زائد ستة عشر زائد ستة زائد خمسة زائد 11 زائد خمسة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد الجواب الآن العداد الأخرى واحد وثمانون زائد مئة وخمسة زائد ثلاثة عشر مئة وتسعة وتسعون أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أولياً رتبته ترى أن هذه الرتبة تبحث عن عدد عجيب غريب ليوصلها إلى بر الأمان أين هو العدد؟ هو هنا قريب ستة عشر ناقل ستة يساوي عشرة انظر أو اقسم هذا على ثلاثة وعشرين يعطيك عشرة الذي يبحث عنه هذا ولكن ننظر كيف برمج الله سبحانه وتعالى ستة عشر ناقص ستة يساوي عشرة ستة وأربعون زائد عشرة يساوي بر الأمان عدد الكروموسومات الآن ستة وأربعون ناقص عشرة جمعنا الآن سنطرح يساوي ستة وثلاثون ننظر سبحان الله عزل هذا وهذا إذن هؤلاء ماذا سيفعلون؟ انظر اثنى عشر زائد احدى عشر زائد خمسة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد يساوي أربعة وثلاثون اقسمه على ثلاثة وعشرين باقي القسم احدى عشر أولي رتبته أولي رتبته أولي رتبته أولي رتبته انظر إلى الجمال ما هو مجموع هذه العداد؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر انظر إلى الجمال الآن ما هو مجموع هذه العداد؟ الأولي ورتبه احدى عشر زائد هذه الرتب يساوي اثنان وعشرون ماذا ينتظر الستة وثلاثون؟ ينتظر الاثنان وعشرون لماذا؟ لأن مئة واربعة عشر ناقص ثمانية وخمسون يساوي ستة وخمسون عدد الكروموسومات في الخليجة الواحدة للفيل قل الله أكبر نواصل طريقة أخرى انظر طريقة أخرى انظر أترك سطر بواق القسمة الأقليدية وأهتم بهذه الأعداد النابعة من بواق القسمة الأقليدية حسب العلم المبين أقصى ما يمكن للأعداد أن تفعله اثنان واربعون ترى أن هذا العدد يبحث عن العدد أربعة عشر ليصل إلى الجواب أين هو الأربعة عشر؟ هو هنا فيما تبقى انظر المجموع اقسم على مائة واربعة عشر وثلاثة وعشر باقي القسمة باقي القسمة هذا أكبر من ثلاثة وعشر اقسمه على ثلاثة وعشر باقي القسمة أول ينرتبته لأن نظر إلى الجمال تسعة وتسعون زائد ستة تسعة وتسعون ناقص ستة يساوي ثلاثة وتسعون وتسعة وتسعون زائد ستة يساوي مائة وخمسة هذا أصغر من 114 أكبر من 23 يقسمه على 23 باقي القسمة أكبر من 23 أصغر من 114 يقسمه على 23 باقي القسمة أولية رسبته انظر إلى الجمال هذا زائد هذا هذا هو الأربعة عشر الذي يبحث عنه هذا يساوي 56 الله أكبر ماذا بقي؟ بقي هذا وهذا وهذا سبعة زائد الرتبة زائد ستة يساوي سبعة عشر أولي رتبته سبعة عشر زائد سبعة زائد أربعة يساوي ثمانية وعشر ننظر إلى الجمال ما هو مجموع هذه الأعداد ما هو مجموع هذه الأعداد ننظر هذه الأعداد التي أوصلتنا إلى الأربعة عشر الذي يبحث عنه هذا ما هو مجموعها المجموع مئتان وثمانية عشر لماذا؟ مئتان وثمانية عشر زائد ثمانية وعشر زائد سبعة عشر يساوي مئتان وثلاثة وستون أولي رتبته ما هي؟ هي الستة وخمسون الجواب قل الله أكبر وانظر إلى نفس العدل سيتكرر ما هو مجموع الرتب الأساسية للدراسة؟ ها هي الرتب الأساسية ستة زائد خمسة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد يساوي سبعة عشر أولي رتبته المجموع ثمانية وعشر ليتكرر ما حدث مئتان وثمانية عشر زائد سبعة عشر زائد ثمانية وعشر مرة أخرى مئتان وثلاثة وستون أولي رتبته الله أكبر الآن مجموع الرتب كلها الأساسية وغير الأساسية انظر الأساسية هذه رتبة هذه رتب إلى المجموع الرتب كلها انظر إلى الجمال 161 عما يبحث أتذكر ذاك العددين هؤلاء العددين أتذكرهما 996 99 زائد 6 يساوي 105 ما يبحث عنه 161 ليوصلك إلى بر الأمان إلى الجواب الله أكبر ستقول صدفة أقول أتحداك انظر نفس العددين الذين أوصلك إلى بر الأمان 161 زائد 105 يساوي 266 ماذا بقي؟ رأيت أننا تعاملنا مع هذين وبقي هذان 266 ناقص الفرق بين الأول والرتبة انظر يساوي 263 أولي رتبته الله أكبر هناك من يصر من يصر اسمه الله الله نحن في اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى الذي برمج قبل خلق السماوات والأرض ستقول لي الطرح أوصلنا إلى العدد فماذا لو جمعنا 266 زائد الفرق بينهما يساوي 269 هاك الله ها هو الله اقسم على مائة وأربعة عشر وثلاثة وعشرون باقي القسمة باقي القسمة نصف القرآن وهذا أمره الله أن يكون أولياً رتبته نصف القرآن المجموع مائة وأربعة عشر قلت لك الله شخصياً أراد أن ينبئنا أنه هو الذي أجاب الله بدون الرتب الله أكبر ستقول لي أين مجموع رتب الله لأنك يا مصطفى عودتنا أن جواب الله يكون بدون الرتب ومع الرتب نعم مجموع رتب الله قريب أين هو 263 زائد الرتبة هذان العددان العجيبان يساوي 319 تذكروه اكتبوه تذكروه سيظهر في نهاية الدراسة اقسمه على مائة وأربعة عشر وثلاثة وعشرين باقي القسمة باقي القسمة ها هو مجموع رتب الله وعزب الله هذين العددين ستفهم لماذا 91 مجموع رتب الله زائد الله يساوي 360 الله مع الرتب قل الله أكبر هاك مجموع رتب الله انظر إلى الجمال وأذكرك أن الله سبحانه وتعالى اختار لنفسه اختار لنفسه 169 في لغة الأعداد الأولية لأن نصف القرآن مع نصف القرآن يعطيك التوقيع الرباني التعريف العددي لنفذ الجلالة مجموع رتب الله 91 أي 114 ناقص 91 يعطيك مدة الوحي قل الله أكبر الآن 114 ناقص 91 يساوي 23 أولي رتبته أولي مبيني التوقيع الرباني رتبته 23 ناقص 99 يساوي 14 أتذكر هذين العددين الذين ينتظران ماذا ينتظران ينتظران الأربعة عشر ليوصلوك إلى السؤال إلى جواب السؤال قل الله أكبر تخيل معي ملحدا يرى هذا تخيل معي بوذيا يرى هذا تخيل معي مدعيا للعلم مع العلم أن أدعياء العلم بين العرب والمسلمين هم أجهل الجهلة منهم أجهل الجهلة يتساوون في الجهل مع أجهل الجهال لأن بعضهم أرسل له بعض الإخوة والأخوات أبحاث المبين فأنكروها سبحان الله جملة وتفصيلة وضربوا بها عرض الحائط بوقاحة غريبة عجيبة سبحان الله فأدعي يا أمي يعلمون المسلمين الآن وأدعي يا أمي يعطون الوعي للمسلمين هم أجهل الجهلاء والذين فيهم كبر فرعون والعياذ بالله نواصل أريك طريقة أخرى انظر المجموع بدون أي مجموع السطر الأساسي المجموع معه المجموع الكلي لنفس السؤال بواق القسمة الأقليدية بواق القسمة الأقليدية أكبر من 23 نقسمه باقي القسمة 7 سبعة أبولين رتبته أربعة 27 نقسمه على 23 باقي القسمة أربعة أولين رتبته انظر 99 ناقص 6 ناقص 4 ناقص 27 ناقص 4 ناقص 2 إذن 99 ناقص 6 ناقص 27 ناقص 2 ناقص 4 ناقص 4 يساوي الله أكبر ستقول لي وهذا وهذا انظر 99 ناقص 6 ناقص 27 ناقص 2 ناقص 7 ناقص 4 ناقص 1 يساوي 56 قل الله أكبر 7 زائد 1 8 4 زائد 4 8 ما يبحث عنه هؤلاء ليوصلوك إلى بر الأمان الله أكبر الآية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن أختارها للآية هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر الله فيها الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله أكبر لا تقل لي يا مصطفى أن لها علاقة بالدراسة هي أرسلها الله منذ أربعة عشر قرنة كيف يمكن أن يكون لها علاقة بما مضى الله الذي برمج انظر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بدون الرتب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع الرتب المجميع بواق القسم الأقليدية ركز جيدا أكبر من 23 يقسمه باقي القسم 17 أولين رتبته 7 أولين رتبته 4 أولين رتبته 4 أكبر من 23 يقسمه باقي القسم أولين رتبته أولين رتبته أولين رتبته المجموع بدون أي مجموع السطر الأساسي المجموع معه المجموع الكلي هذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أولين رتبته وهذا أمره الله سبحانه وتعالى رغم قلة الأعداد الأولية أن يكون أوليا رتبته المجموع 495 أي المجموع الصادر عن الآية يساوي هذا المجموع الآن ما هو عدد الكروموسومات في الخلية الواحدة؟ انظر إلى الجمر وركز جيدا المجموع بدون المجموع معه وركز جيدا هنا أولي رتبته 13 زائد 6 يساوي 19 أولي رتبته هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا يوطيك العدد الصادر مباشرة عن الآية الله أكبر انظر إلى الجمال ولم تر شيئا إلى الآن بقي هذا وهؤلاء تحت السطر الأساسي تحت بواقع القسم الأقليدية هذا وهذا تعامل بقي هذا وهؤلاء الآن تحت 12 زائد 5 زائد 3 زائد 2 زائد 1 التوقيع الرباني أولي رتبته 23 ناقص 9 يساوي 14 ركز جيدا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل المجموع 241 المجموع الكلي 241 241 زائد الـ 14 الذي ينتظر يساوي 255 أولي رتبته أولي رتبته الآن ما هو السؤال ما هو عدد الكروموسة المجموع سبحان الله 255 الله أكبر الله أكبر الآن مجموع الرتب كلها العلاقة لا تنتهي لأن المبرمج الله سبحانه وتعالى مجموع الرتب كلها 231 عما يبحث تذكر أن المفتاح كان هنا 23 ناقص 9 يساوي 14 هو الذي ضبط العلاقة نهائيا بين الآية وبين السؤال الآن 23 انظر زائد 9 يساوي ماذا يساوي 32 مئتان وواحد وثلاثون مجموع الرتب كلها زائد 32 يساوي مئتان وثلاثة وستون أولي رتبته 56 الله أكبر أي أن الآية والسؤال تعاضدا وتظافرا وتعاونا ليوصيلاك إلى الجواب الله أكبر التعريف العددي لآية الدراسة هو معنى عجب العجب ولا عجب والله ولا عجب لأن المبرمج الله سبحانه وتعالى انظر رقم آية الدراسة واحد عد آياتها خمسة نابعة آتية صادرة من سورة الفيل التي رقمها في القرآن 105 اقسم على 23 باقي القسمة أولي رتبته أولي رتبته أولي رتبته أولي رتبته انظر المجموع بدون المجموع معه هذا العدد انقص اطرحه من 114 بقي له ثلاثة ليصل إلى العدد 114 ثلاثة أولي رتبته وهذا أولي رتبته انظر إلى الجمال هذا زائد هذا نقص هذا نقص هذا نقص هذا يعطيك هذا ألا يذكرك هذا بشيء ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله أكبر الآن انظر هذا العدد عما يبحث ليوصلنا إلى العدد الذي اتفقت عليه الآية والسؤال انظر عما يبحث العدد 121 يبحث عن ماذا يبحث عن 14 الأربعة عشر الأربعة عشر أين هو؟ هو هنا 105 ناقص 5 يساوي انظر 100 114 ناقص 100 يساوي 14 هذا زائد 14 يساوي ذاك العدد تذكره والمجموع سبحان الله انظر المجموع الباقي هذا وهذا تعامل ليوصلانا إلى العدد 14 بقي هؤلاء 13 زائد 6 زائد 3 زائد 2 زائد 1 زائد 1 زائد 6 الذي احتاج له هذان ليصلوا إلى هذا انظر يساوي 32 تذكره 32 هو ما كان يبحث عنه العدد 231 ليوصلك إلى بر الأمان العدد الأولي الذي رتبته وانظر سبحان الله نفس الأعداد انظر إلى ماذا ستفعل هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا لأن ناقص هذا انظر يساوي 23 أولي رتبته 23 زائد 9 يساوي 32 32 زائد 231 مرة أخرى يوصلك إلى الجواب وانظر 23 الآن ناقص 9 يساوي 14 241 تذكره زائد 14 يعطيك ذاك الرقم الذي اتفقت عليه الآية واتفق عليه السؤال وانظر وانظر إلى الجمال وانظر إلى الجمال هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا ناقص الرتبتين يساوي ليكرروا نفس الشيء سبحان الله ويوصلك مرة أخرى الآن مجموع الرتب كلها انظر مجموع الرتب كلها انظر مجموع الرتب كلها انظر سبحان الله انظر 291 الـ 14 ظهر ثلاث مرات ركز الـ 14 ظهر ثلاث مرات هاك المرة الأولى ها هي وهاك المرة الثانية ها هي وهناك مرة ثالثة الآن المرتان الأولى يعني 28 291 ناقص 28 يساوي 263 الأولي الذي رتبته قل الله أكبر ومئتان وواحد وتسعون الآن زائد 28 يوطيك ذاك العدد أنسيته لما ظهر الله سبحانه وتعالى تذكر سأذكرك انظر سأذكرك لما ظهر الله سبحانه وتعالى ظهر مباشرة عندما ظهر العدد 319 سأذكرك انظر ها هو 319 تذكر هنا ظهر الله سبحانه وتعالى مباشرة مباشرة بعده ظهر العدد 319 إذن الله سيظهر مرة أخرى انظر سأريك كيف سيظهر انظر إذن قلنا أن مجموعة الرتب هو 91 تذكر أولا 22 زائد 20 زائد 14 الثالث المتبقي ها هو يساوي بر الأمان الجواب و91 زائد 22 زائد 20 يساوي 133 اقسمه على 114 و23 باقي القسمة باقي القسمة لانظر إلى الجمال هذا نقص هذا نقص هذا نقص هذا يساوي الله الله أكبر مجموعه 114 انظر الله سبحان الله وقلنا أن هذا هو مجموع رتب الله إذن 269 زائد الرتب مجموع الرتب يعطيك الله ماذا بقي ماذا عزل انظر هؤلاء عزل هذا والآخرين تعاملوا تعاملوا بقي هذا مجموع رتب الله هؤلاء عزل ركز جيدا 19 عشر زائد ثمانية زائد انظر 19 زائد أول رتب 12 37 زائد 12 يساوي 49 الآن أتذكر أن هؤلاء لم يتدخلوا إلى الآن لم يفعلوا شيئا انظر إلى الجمال 49 زائد 13 ناقص 6 يساوي الجواب الله أكبر الله أكبر الآن سأقضي عليك الآن سأقضي عليك سأريك أن الله برمج إلى ما لا نهاية أعداد الآية منذ بداية ظهور الآية منذ بدأنا الآية سأجمع كل الأعداد انظر كل الأعداد التي لها علاقة بالآية انظر سأجمع كل الأعداد التي لها علاقة بالآية من بداية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هذا هو المجموع الأول مجموع أعداد الدراسة سأجمع ما تبقى كل الأعداد انظر كل الأعداد سنبدأ من هنا إذن جمعنا إلى الآية والآن سنجمع كل الأعداد إلى بداية الدراسة انظر إلى بداية الدراسة كل الأعداد جمعتها هذا العدد وهذا العدد اقسم على 114 و23 بواقع القسم الأقليدية سطر الجمال أكبر من 23 اقسمه باقي القسمة أولي رتبته اقسمه على 23 باقي القسمة هذا أولي رتبته وهذا أولي رتبته عزل الله هذه المنطقة انظر إلى الجمال 67 زائد 19 زائد 8 زائد 18 زائد 2 يساوي 114 مجمع هذه الأعداد 114 التوقيع الرباني الآن نظر إلى الأعداد المتبقية انظر 64 زائد 1 زائد 21 زائد 22 يساوي 108 انظر ركز جيدا 114 ناقص 8 114 ناقص 108 يساوي 6 64 ناقص 6 هنا المنطقة وسترى أنها ستتكرر 64 ناقص 6 يساوي 58 114 ناقص 8 يساوي 56 الله أكبر انظر هنا جمعنا الآن سنطرح 64 زائد 1 زائد 21 ناقص 22 لأن هنا 22 ناقص 22 يعيدنا إلى العدد 64 64 ناقص 6 58 114 ناقص 8 يساوي 56 لم ترى شيئا الآن انظر سبحان الله مجموع الأعداد من التوقيع من التوقيع الرباني إلى هذا العدد إلى هنا قبل هذا مجموعها 350 انظر كيف عزل الله سبحانه وتعالى هذين العددين 19 زائد 8 يساوي 27 114 ناقص 27 يساوي 87 350 ناقص 87 يساوي 263 الأولي الذي رتبته الجواب ستقول لي صدف انظر انظر هنا جمعنا تذكر فوصلنا هنا لأن 67 ناقص 19 ناقص 8 ناقص 2 ناقص 18 يساوي هذا العدد وهنا جمعنا لأن سنطرح هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا مرة أخرى عشرون الله أكبر وانظر سبحان الله تحت بواق القسمة تحت السطر بواق القسمة مجموع هذه الأعداد تحت السطر بواق القسمة انظر أي النابع من بواق القسمة أوليا رتبته أوليا رتبته الأولا العدد بدون الرتب زائد 27 تذكر هذا يبحث عن 87 ليوصلك إلى العدد إلى الجواب وهذا زائد الرتب زائد هذا التوقيع الرباني انظر ونفس الشي هنا من برمج من برمج الآن هذه العجائب والغراب لو قلت شيئا آخر غير الله فوالله أنت متكبر وأنت ضال مضي ولا حول ولا قوة إلا بالله أوصلوا هذه الأبحاث إلى الملاحدة والكفرة والفجرة وغير المسلمين والمرتدين والأغلبية العظمى من المسلمين النائمين الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم